اشتركوا في القناة في الشريط السابق كنا شاهدنا المحور الأول لخصصنا لدراسة بعض خاصيات الحزازيات الآن في هذا الشريط سنرى البنية التوالدية عند الحزازيات ويعملنا دراسة الأجهزة التوالدية عند هذا النوع النباتي وأيضا سوف نرى إنتاج الأمشاج أو كيفية إنتاج أمشاج لدى الحزازيات على اعتبار أن فيديوهات لاحقا سنرى الإخصاب وتطور البيضاء بعد الإخصاب وننهي كل هذا بخلاصة تجمعها أو نجمعها في محور خامس الذي نخصصه لدورة نمو الحزازيات كنا وقفنا في الشريط السابق عند التعرف على موقع الأجهزة التوالدية عند الحزازيات وقلنا بأنها قمة النبات المشيجي بعنى أعلى النبات المشيجي وشفنا بأن النبات المشيجي يتوفر بشكلين نبات مشيجي ذكري ونبات مشيجي أنتوي والأجهزة التوالدية سواء الذكري أو الأنتوية هي موجودة عند قمة أو في أعلى النبات المشيجي وهذا بالتالي خلينا ندوز إلى المحور الثاني اللي هو متعلق بدراسة البنيات التوالدية سنأخذ المثال التالي وهو نبتتين مشيجيتين نبات مشيجي ذكري ونبات مشيجي أنتوي وقلنا بأن البنية التوالدية هي موجودة في أعلى أو في قمة هاتين النبتتين المشيجيتين النبات المشيجي الذكري سنأخذ التكبير ديره فكيبان بتشكل وهو مكون من مجموعة من الحويصيلات اللي عندنا هنا بالأصفر وأيضا عندنا بعض الوريقات التي تحفو هذه البنيات عند النبات المشيجي أنتوي في القمة أيضا سنجد بنية جديدة اللي هي مكونة من هذه الأوراق الخضراء اللي عندنا هنا وهي الشابيهة نسبيا بهذه الأوراق الخضراء اللي كان عند النبات المشيجي الذكري ثم عندنا هاد البنية اللي هي عند هاد العنوق وعندها شكل بيضاوي في الأسفل فبالتالي نستطيع أن نميز بين البنية التوالدية الأنتوية والبنية التوالدية الذكري عند هاد النوع النباتي إلاخذينا هاد القمة دي النبات المشيجي الذكري فكلاحظوا بأن الذي يتكرر داخلها هو هاده البنية وسنركز على إحتى هاته البنيات والتي نسميها المئبارية نلاحظت عندها وحد فتحة في الأعلى من هنا التي تمكن من خروج الأمشيج هاد المئباريات عندنا هنا أربع مئباريات واحد اثنان ثلاثة أربعة تحفها أو توجد بينها أوراق التي نسميها القنابات إلاخذينا تكبير للمئبارية فسوف نجد بأنها بهذا الشكل عندها حويصلة التي يتكون داخلها الأمشيج الذكري وعندنا فتحة في الأعلى تمكن من خروج هذه الأمشيج نحو الوسط الخارجي وبالتالي فيمكن اعتبار المئبارية بمثابة الجهاز التوالدي الذكري لماذا؟ لأنها المسؤولة عن إنتاج الحيوانات المنوية من جهة أخرى فنفس هذه الأوراق التي نسميها القنابات هي موجودة بين الأجهزة التوالدية الأنتوية سنأخذ الجهاز التوالدي الأنتوي لكي بلنا هو أن هذه البنية التي هي قمة المسيج الأنتوي هي مكونة فقط من هذه البنيات التي قلنا عندها عنق وعندها شكل بيضوي في الأسفل تتكرر عدة مرات وبالتالي سوف نعتبرها هي بمثابة الجهاز التوالدي الأنتوي والتي نسميها حاملة البيضة غير الملقح سوف نعطيها أيضا تكبير سوف تبلينا بهذا الشكل عندها عنق وعندها في الأسفل شكل بيضوي وفي داخلها هناك المنشيج الأنتوي اللي هو البيضة غير الملقحة إذن هذه البنية قلنا أن نسميها حاملة البيضة ما هي مكوناتها أهم شيء وهي البيضة غير الملقحة الموجودة في القاعدة وأيضا هناك عنق في الأعلى الذي ممكن أن نفترض بأنه يسهل عملية التلقيح بحيث أنه حيوان منوي بإمكانه أن يدخل بشكل معين نحو هذه البيضة ويقوم بتخصيبها إذن كخلصة الجهاز التوالدي الدكاري هو عبارة عن ماذا؟ هو عبارة عن المئبريات بينما الجهاز التوالدي الأنتوي فهو عبارة عن ماذا؟ هو عبارة عن حاملة البيضات أو حاملات البيضات لأنه على قمة المشيج الأنتوي لا توجد حاملة ببيضة واحدة ولكن عدة حاملات ببيضات نفسي بنسبة المئبريات فليست هناك مئبريات واحدة بل هناك مجموعة من المئبريات اللي قلنا هنا على حساب الدرس التخطيطي عندنا أربع مئبريات إذن من بعد ما درسنا البنية التوالدية الآن سوف نرى كيف تتشكل الأمشاج سواء كانت الأمشاج الدكارية أو الأمشاج أنتوية عند الحزازية فسوف نبدأ بدراسة الأمشاج الدكارية سوف نأخذ في البداية البنية الأصلية المسؤولة عن إنتاج هذه الأمشاج الدكارية وهي خلية أم سوف تتصور عبارة عن تكاتر ونمو ما هو أو ما هي الظاهرة مسؤولة عن تكاتر ونمو طبعا الآن نخليه التساؤل شفتها سابقا ثم التكاتر ونمو يؤدي إلى تطوير هذه البنية التي كانت هنا صغيرة القد كنت لاحظوا ما يوجد فيها داخل اللون البني فأصبحت لدينا في الوسط مجموعة من الخلايا محاطة بخلايا أخرى التي تعطينا البنية ككل والتي نسميها ماذا؟ البنية المسؤولة عن إنتاج أمشاج الدكارية عند الحزازيات بطبيعة الحال هي المئبارية ثم بفعل تكاتر وتفريق الآن التفريق هو ما دولة ديفرانسياسية بمعنى أنه خصنا الميزة عن توزيع أو تقسيم التفريق هو إكساب الخلايا لوظيفة خاصة دور المئبارية هو ما دولة ديفرانسياسية الدكارية إذن عدنا إشكال فيما يتعلق بالحزازيات هو أن تكوين الأمشاج الدكارية وتكوين المئبارية يتم في نفس الوقت لهذا نقول بأنه مجموعة من الخلايا سوف تشكل أغلفة وجدران المئبارية وخلايا أخرى ستشكل ما يوجد في الداخل وهو الخلايا الجنسية أو الأمشاج الدكارية إذن بعد عملية التكاتر والتفريق عندنا انفتاح المئبارية ومن ثم تحرير الحيوانات المنوية عندنا مجموعة من مئباريات هنا هذه المئباريات قلنا بعد نضجها سوف تنفتح في الأعلى وتحرير الحيوانات المنوية وبالتالي يمكن أن نقول بأن عملية تشكيل الأمشاج الدكارية عند الحزازيات هي تتوافق زمنيا مع عملية تشكيل المئبارية الآن بالنسبة للأمشاج الأنتوية عندنا في البداية نفس الطريقة وبنفس الشكل عندنا الخلية الأم للأمشاج الأنتوية تكاتر ونمو يؤدي إلى تكاتر عدد الخلايا وكلاحظوا أنه عندنا جزئين داخل هذه البنية جزء خارجي 500 رقم 1 والجزء الداخلي رقم 2 الذي سيحدث بما بعد هو استمرار تكاتر مع بداية التفريق أو مع التفريق التفريق الذي قلنا هو أن بعض الخلايا ستأخذ مصار معين لهو تكوين البنية واحدة الجدران والبنية أو الجزء التالي مجموعة من الخلايا أو على الأقل خلية واحدة سوف تتكاتر وتتفرق لكي تعطيها ما يوجد في الوسط إذن بعد عملية تكاتر التفريق سنحصل على ما نسمي حاملة البويضة التي اعتبرناها هي بمثابة الجهاز التوالدي الأنتوي هذه حاملة البويضة منسوش بأنها موجودة داخل قمة النبات المشيجي الأنتوي بعد عملية النضج هذه حاملات البويضة سوف تكون البويضة غير ملقحة التي تنتظر تلقيحها من طرف الحيوانات المنوية أو منسمها الحيوانات المئبرية إذن كتلخيص لمجموعة هذه العمليات التي يحدث وفقط أن الخلية الأم للأمشاج سواء كانت الأمشاج الذكرية أو الأمشاج الأنتوية تتكاتر وتتفرق لكي تعطينا الحالة التي نراحضها وهي خلية أم تتعرض للتكاتر والنمو والتفريق وطرحنا التساؤل اللي عندنا هنا ما هي الظاهرة المسؤولة عن التكاتر والنمو وأيضا التفريق وهي انقسامات غير مباشرة متتالية وهذا بطبيعة الحالة خلينا نفهم ما هي الصغة الصبغية للحيوانات المنوية وللبويضة غير ملقحة ثم ما هي الصغة الصبغية لحاملة البويضة ككل وللمئبرية اللي هي الأجهزة التوالدية الذكريا والأنتوية وهذا بطبيعة الحالة يوحيلنا إلى طرح تساؤل جديد لهو ما هي الصغة الصبغية للنبات المشيجي ككل إذن تتكاتل خلية الأم للأمشاج ثم تتفرق فيشكل بعضها أغليفة وأعضاء الجهاز التوالدي سواء كانت المئبرية أو حاملة البويضة بينما بعض خلايا الأخرى فهي تتفرق وتتحول إلى خلايا جنسية اللي هي أمشاج سواء كان الأمر يتعلق بالأمشاج الذكريا الحيوية المئبرية أو أمشاج أنتوية اللي هي عبارة عن بويضات غير ملقحة إذن في هذا الفيديو شفنا كيفية تشكيل أمشاج انطلاقا من الأجهزة التوالدية الذكريا والأنتوية وعرفنا بأنه هذه الحزازية عند خاصية مهمة وهي كون الأجهزة التوالدية والأمشاج تتشكل في نفس الوقت ومن المفروض أن تتوفر على نفس الصياغ الصبغية اللي هي نفسها الصياغ الصبغية للنبات المشيجي الأصلي سواء التكري أو الأنتوي في الفيديو المقبلة سنرى كيف يتم الإخصاب ثم كيف تتطور البيضة وأيضا دورة نمو هذه الحزازية التي ندرسها في انتظار لقاء بكم في فيديو مقبلة كنتم أن تكون هذا الفيديو فاتكم وإلى اللقاء اشتركوا في القناة